اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المسيرة التعليمية في المملكة والرعاية التي تحظى بها مما كان له بالغ الأثر على التطور الكبير الذي يشهده التعليم والإنجازات الاستثنائية التي يحققها طلبته ومؤسساته داخل المملكة وخارجها وأثنى سعادة الوزير على عطاء الميدان التربوي ومنتسبي المدارس من معلمين وإداريين وفنيين ومنتسبي الإدارات التعليمية والإدارات المساندة لوزارة التربية والتعليم مما كان له إسهامه الواضح في نجاح العام الدراسي وتميز التعليم المقدم فيه وتهيئة البيئة التعليمية المثالية للطلبة وتوفير الخدمات المميزة لهم موجها شكره لأولياء الأمور على الجهد الذي بذلوه مع أبنائهم وبناتهم طوال العام الدراسي وأعلن سعادة الوزير أن نسبة النجاح في المرحلة الثانوية قد بلغت 96% ونسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة قد بلغت 81% في ارتفاع ملحوظ عن نسبتها في العام الماضي إذ كانت حينها 72% وفي كلمة لسعادة الوزير وجهها إلى الطلاب والطالبات أكد أن المجال مازال مفتوحاً للتعويض من خلال الدور الثاني بالنسبة للطلب المتعثرين وأن الوزارة ستأخذ بيدهم وتساندهم إلى أن يحقق النتائج المرجوة وهنأ سعادة الوزير جميع النجاحين في المدارس مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن عن فتح باب استقبال طلبات إعادة تقدير الدرجات التظلمات قريباً جداً بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات يشرفني أن أبدأ كلمتي هذه بأن أرفع إلى المقام السام لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسمى آيات الشكر والثناء والعرفان لما تحظى به المسيرة التعليمية والتربوية في البلاد من دعم ومساندة واهتمام فكان لذلك كله الأثر المباشرة في نجاح هذه المسيرة وما تكللت به من تطور وريادة أعزهنا الطلاب والطالبات من المدارس الحكومية والخاص اليوم هو موعدنا مع اللحظة التي ننتظرها جميعا اللحظة التي حينما بدأ العام الدراسي في شهر سبتمبر من العام الماضي كنتم ترونها بعيدة جدا وهي نهاية العام الدراسي وحصل النتائج والانتقال إلى المرحلة التالية وها نحن اليوم نصدل الستارة على عام دراسي كان مليئا بالمنجزات والتحديات التي تغلبتم عليها وأثبتتم إصراركم على المضي قدما في رحلة الحياة ومسيرة العمل والجد والمثابرة نحو مستقبل أفضل ترجمة نانسي قنقر